وينضم معنا هنا في السيديو المحلل السياسي سلمان الأنصاري مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا بداية يعني ربما النقطة الأهم اليوم في اجتماع وزراء خارجية التعاون هي تأييدهم الكامل لإجراءات السعودية في مواجهة الإرهاب هذا أولا وأيضا الاتفاق على آلية فعالة كما صدر في البيان في مواجهة أنشطة إيران في المنطقة لوحوا أيضا باتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهاتها أي إيران ماذا نتوقع في المستقبل من إجراءات قادمة؟ وهل من الممكن أن نشهد قطعا للعلاقات مع إيران من دول خليجية أخرى غير البحرين والسعودية؟ أهلا وسهلا أخي مفرح وأهلا وسهلا في جميع المشاهدين والمشاهدات سؤال منطقي وفي وقته بصراحة لأنه الآن المملكة العربية السعودية تتهم بشكل كبير بأنها هي التي تحاول أن تصاعد الموضوع في الإعلام الغربي وهو غير صحيح على الإطلاق المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على أن يتم إيجاد آلية لكي لا يتم تدخل من حكومة مثل حكومة إيران المتطرفة في شؤون الدول العربية فلهذا المملكة العربية السعودية مثل ما تفضل فيه معالي الوزير عدل الجبير بما معناه أن الكرة في ملعب إيران وليست في ملعب أي جهة أخرى بمعنى أن أي تصعيد ممكن سيتم من قبل الحكومة إيرانية فسيواجه بحزم شديد من قبل عناصر دبلوماسية وعناصر اقتصادية طبعا المملكة العربية السعودية الآن تعمل بزخم كبير مع الدول ليس فقط الدول العربية بل حتى مع الدول الإسلامية في إيجاد صيغة أعتقد أنها صيغة دفاعية وأمنية فيما يتعلق في منطقة الخليج ودول الخليج وهناك أيضا صيغة سياسية واقتصادية للضغط وعزل إيران أكثر وأكثر حتى يتم إجبارها على عدم التدخل وعلى الانسحاب من مثلا سوريا ومن العراق ومن اليمن فهذه أمور أساسية والمملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على استقرار المنطقة ولا تريد أن تعتدي على أحد ولا حتى تريد أن تعتدي على إيران بل بالعكس المملكة العربية السعودية تريد أن تكون إيران دولة عاقلة دولة مندمجة في المجتمع الدولي دولة ذات كيان ثقافي وتاريخي وتتعامل مع جيرانها بطريقة معقولة وبطريقة تتماشى مع المواثقة الدولية فالمملكة العربية السعودية أنا دائما أقولها هي من أحرص الدول على أمن واستقرار المنطقة وإن كان هناك عدو للحكومة الإيرانية فهو عدو واحد وهو الحكومة الإيرانية نفسها فإيران هي عدوة نفسها ربما كررها وزير الخارجية السعودية لأكثر من مرة أننا نريد إيران أن تتصرف كدولة وليس كثورة وعليها أن تختار بحديثك عن الزخم الذي اكتسبه التحرك السعودي وقطع العلاقات هذا الزخم الخليجي والعربي هل الآن الأوان لوقف جادة وإعادة فتح جميع الملفات السابقة مع إيران بما فيها ملف الجزر الإماراتية بل استفادة من هذا الزخم الذي اكتسبه الموقف السعودي خليجيا وعربيا جميل طبعا من المهم ذكر أنه الآن المملكة العربية السعودية لديها مساحة تتحرك فيها أكثر من المساحة السابقة بعد قطع العلاقات وبصراحة قطع العلاقات هذا سيفيد المملكة العربية السعودية على المدى القصير والمتوسط والبعيد لماذا أقول ذلك؟ لأنه كانت المملكة العربية السعودية تتحفظ في التحرك في الملف الإيراني بشكل كبير بسبب وجود علاقات دبلوماسية وتفاهم مشترك وما إلى ذلك ولكن بقطع هذه العلاقات وجدنا أنه الآن في اليمن ازداد حجم الزخم لتحرير اليمن بأسرع وقت ممكن لأنه خلاص انقطع حبل العمل السياسي الذي يتم إدراج إيران فيه كلاعب أساسي في السابق لكن الآن إيران ليست لاعب أساسي في اليمن بعد الآن لأنه ليست هناك علاقات مع السعودية التي هي زعيمة أو رئيسة دول التحالف في اليمن فلهذا من المهم ذكروا أن الخاسر الأكبر في المرحلة الحالية هي الحكومة الإيرانية المتطرفة وليس لديها حل ليس لديها حل آخر إلا أنها ترجع وتكون دولة عاقلة لأنه نحن الآن نتكلم على إجراءات اقتصادية ممكن تؤثر عليها أكثر من تأثير العقوبات الاقتصادية وهذا كلام دكتور مجيد رافز داري اللي هو أحد المحاضرين في جامعة هارفرد إيراني أمريكي قال بالكلمة الواحدة أن قطع العلاقات العربية بشكل كامل مع إيران سيؤثر على الاقتصاد الإيراني أكثر من تأثير العقوبات الغربية فتخيل حجم هذا الضغط اللي ممكن الدول العربية ممكن أن تقوم فيه على الإيران بغض النظر عن الدول الإسلامية أيضا اللي ممكن أنها تندرج ويكون عندها صيغة تعامل بشكل كبير لأنه نحن نتكلم عن أخطار وجودية أخطار وجودية فمن يقف معانا الآن هو الصديق الصدوق لكن هلن نحن في وارد أنه نتوقع حصاراً اقتصادياً على إيران في الأيام القادمة إذا ما استدعت الضرورة ذلك لا أشك في ذلك أبداً لأنه هناك أصلاً تحركات في قطع إمدادهم بمنتجات غذائية وقطع العلاقات الاقتصادية بشكل كامل وهذا له أثر كبير على الحكومة الإيرانية ولكن نريد أن نخلق زخم أكبر من قبل الدول العربية والدول الإسلامية وأتمنى أن يتم وضع تايم لاين أو خط زمني للحكومة الإيرانية لكي يتم انسحابها من سوريا وليتم انسحاب دعمها من اليمن وأن يتم وضع عقوبات واضحة أمام الجميع وأمام المجتمع الدولي وأن يتأخذ غطاء دولي في حالة أنها لم تنسحب في الفترة الفلانية أو لم تتعاون في تطبيق اتفاقية جنيف واحد في ما يتعلق في سوريا وأن تسحب ميليشياتها وتسحب الحرس الثوري وتسحب حزب الله والميليشيات الإرهابية المتطرفة إن لم تفعل ذلك فيجب أن يكون هناك أمور واضحة للعيان وواضحة للمجتمع الدولي وبغطاء دولي من عقوبات اقتصادية من عزل سياسي من قطع العلاقات دبلوماسية المملكة العربية السعودية يا أخ مفرح لديها كروت كثيرة بيدها لكن الآن نحن وصلنا مرحلة أنه يعني أنا قلتهم بالسعودي وصلت هنا خلاص ما في عندنا يعني الإيرانيين هم من أوصلوا المنطقة إلى ما وصلت إليه انتهى الموضوع ما عندنا وسيلة أخرى إلا أن نجابهم بالحزم وهم بالفعل يعني الحكومة الإيرانية حينما تتساهل معهم يعني بيأكلوك فأنت لا بد أنك أنت تتعامل معهم بحزم أشد من الحزم اللي هم يستخدموه هم يستخدموا طريقة الفوضى أن تستخدم طريقة البناء ولكن بنفس الوقت بطريقة حازمة وبطريقة لا تعطي أي مجال لهذه الحكومة المتطرفة لاستخدام ميليشياتها في المنطقة نعم إذن ردات الفعل ستتجاوز الملف السعودي وهناك ملفات أخرى في المنطقة غدا اجتماع استثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية توقعاتك باختصار لمخرجات هذا الاجتماع قدر أعتقد أنه سيكون البيان لاجتماع الدول العربية هو مشابه بشكل كبير إلى بيان مجلس التعاون فيما يتعلق في عدم السماح للحكومة الإيرانية بالانتهاكات التي مثلا فعلتها وأنا صراحة أحب أن أشيد بهذا الموقف الغير مستغرب من دول الخليج بالفعل أشعرونه بطمأنينة كبيرة بوجود هذه اللحمة ما بين دول الخليج الرياض، أبوظبي، الدوحة، المنامة، مسقط، الكويت هذه الستة دول بالفعل أثبتت في هذه الفترة الصعيبة أنهم متحدين اتحاد كامل وهذا الاتحاد الكامل هو ما نريده، هو ما نسعى إليه هل سيؤثر هذا على الاجتماعات غدا في مجلس الجامعة العربية؟ حتما لأن جامعة الدول العربية والدول العربية بشكل عام ترى في دول الخليج كما لو كانت هي الرأس أو هي القوة السياسية والاقتصادية الأساس فحينما يتم توحيد مواقفهم بشكل معين فسيتم إدراج هذه المواقف من ضمن المواقف الباقي ولكن ما أتمنى وإن شاء الله هنا تكون مفاجأة صارة للجميع أن يكون هناك قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من بعض الدول العربية مع الحكومة إيران ولكن نتمنى أن نسمع هذه الأخبار في الغد إن شاء الله ونتأمل خير في الدول العربية المحلل السياسي سلمان الأنصاري شكرا لوجودك معنا هنا أهلا وسهلا